اهلا بكم مرة تانية رينو تن 5 جي واحد من اجمل اصدارات الفين تلاتة وشرين نهار بضعم راجعة لكل تفاصيل الهاردوير بعد اختبار المية رينو تن 5 جي بديزاين مبهر الوان كزابة جدا مع كرفات في كل اطراف الموبايل بيخليه في وجهة نظري افضل تصاميم الفين تلاتة وشرين شاشة رينو تن 5 جي شاشة روحة ممتعة جدا شاشة من نوع اموليد فليكسابول او شاشة مارنة من الداخل شاشة كبيرة ستة وصعب نعاشرة بوصة بزنسبة استحواس تلاتة وتسعين في المية من وجهة الموبايل او من الفريم شاشة فول اتشي دي مية وعشرين هرتز كارفت من اطراف الموبايل حقيقة تصميم ومسكة الموبايل مع كرفات الشاشة حجم الافضل ما يمكن وفيه طبعا جراف في عالبة الشرع عشان يحمي كل الجمال ده ويحافظ عليه والشاشة عالبة الشرع عليها سكرينة بتحمي الشاشة لغاية متلاقي سكرينة تتعامل مع الموبايل ويتحميه رينو تين فايا جي موبايل فئة متوسطة في سعر ربعمية دولار او ستاشر الف جنيه مصري طب الفئة السعرية دي نادر ما بتلاقي فيها جهاز مقاوم بشكل رسمي لاختبار المية بخلاف الجهاز السامسونج اللي اربعة وثلاثين والاي اربعة وخمسين طب رينو تين فايا جي بدون معيار رسمي لمقاومة المية اي بي ريتد رسمي والموبايل هنا بيقاوم المية والغبار بطريقة ممتازة بغض النظر على انه بدون شهادة رسمية اي بي ريتد سواء تمانية وستين او اقل من تمانية وستين جهاز ده بدعم شبكات الفايف جي ودرجة شرحتين من نوع يعني بدعم امكانية تركيب خطين او خط وكارت موموري مع وجود جوان حماية لموني شكل جميل جدا بيحمل مكونات الداخلية ضد الرطوبة والمية ومحصلش اي تصرب للاجزاء الداخلية نتيجة تعرض الموبايل ده لاختبار المية تفيك الظهر عن طريق او عن طريق الحرارة في درجة حرارة تمانين بياخد وقت طويل نسبيا عشان يدعو بطبقات اللاز اللي مثبتة الظهر البلاستيك مع الفريم البلاستيك طبقات اللازق بمستوى تصنيع عالي جدا ومحكمة جدا وكسيفة الحقيقة وبتدي حماية عظيمة للمكونات الداخلية ضد الرطوبة والمية والغبار وكل العوامل الخارجية هيكل حماية مجموعة الكاميرات الخلفية خليط من الالمونيوم عالي الجودة متشكل بمكينات سي ان سي بستايل مودل مفخم جدا جدا ازاز الحماية الخاصة بحماية عدسات الكاميرات متعشق بطريقة متقامة جدا بمستوى شفافية عالي جدا على العدسات اما باقي مساحة الازاز بملمس خشن تصميم مبهر حاجة بصراحة ممتازة جدا وتنافس الاجهزة الرئيضة مستوى بروز هيكل حماية مجموعة الكاميرات الخلفية بنفس تخيانة العملة او الجنيه رينو تاني بيجي بتلت كاميرات والكاميرات واحدة من الحاجات اللي بتحد السيار بشكل كبير جدا الموبايل ده فيه تلت كاميرات هنتكلم عنهم تفصيلا في اللقطات الجاية بالنسبة لتطبيق الكاميرا عندك 1x main camera او كاميرا ايسية 2x telephoto camera و 5x digital zoom و 6x ultra wide اما بالنسبة للهاردوير الخاص بالكاميرات هافجئني وفيه تفاصيل واسرار هنعرفها لأول مرة من خلال فيديو النهاردة رينو تان من الداخل بيجي بتلت كاميرات الكاميرا الاساسية المين كاميرا 64 ميجا بيجسل بتدعم الوتو فوكس او التركيز التلقائي بالنسبة للعدسة دي فهي عدسة 25 ميلي و 25 ميلي بالنسبة الناس الفهم الكاميرا تعتبر كاميرا ويد او زاوية عريضة بالنسبة للكاميرا التانية فهي كاميرا telephoto او كاميرا التقريب بتدعم الوتو فوكس حقيقة حاجة مبهرة جدا وحاجة جميلة جدا ان هي بتدعم خاصة الوتو فوكس وكاميرا تليفوتو او تقريب بصري حقيقي 2 اكس بدون ما تخش فيه الديجتال زوم او التقريب الديجتال والعدسة دي 49 ميلي بدقة 32 ميجا بيكسل كاميرا بمستوى جودة مبهر حقيقة وموجهة لتصوير البرتري او الاشخاص بمستوى جودة عال جدا ومفيش اي دي فورميشن بيحصل لتصوير الاشخاص او الوجوه وتفاصيل الجسم من كل الكلام ده حقيقة بيبقى الانحراف او الحيود اللي بيحصل او الانبعاج اللي بيحصل في الصورة بيحصل بس فيه كاميرا الالترا وايد كاميرا فكس او كاميرا بعدسة سابتة بدقة 8 ميجا بيكسل ومعي بتنينش الحقيقة بالنسبة للسيلفي فهي بدقة 32 ميجا بيكسل بدون اوتو فوكس حقيقة اداءها يعتبر متوسط مش مبهر غطح مية اللوحة الام تصنع بطريقة عالية الجودة متغلب في طبقات الجرافيت لتشتيت الحرارة وجوان عزل سبيكر المكالمات او سبيكر الموبايل اللي فوق اللي هو بيشتغل كاستيريو سبيكر مع السماعة الرئيسية طب بتثبت معاكو الان فسي وفلاش مجموعة الكاميراة الخلفية وبالتالي هنا موبايل ده داعم لخصية الان فسي وده شيء طبيعي في الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل السبيكر الرئيسية صوتها عالي ونقي وكمان بتشتغل مع سماعة المكالمات زي ما قلنا كاستيريو سبيكر درايفر سماعة المكالمات اللي احنا شايفينه اللي على اللوحة الام درايفر ضخم وبينتج صوت عالي ونقي وممتل حقيقة بالنسبة لشبكات الفور جي على جهاز دا كتن افضل ما يمكن رينو تن 5 جي ببطارية داخلية ضخمة 5000 ميلي امبير البطارية من الداخل بتقسمها لجزئين كل جزء او كل قسم 2500 ميلي امبير ومشتركين في كوننكتور واحد او بيتقسمه من الداخل عن طريق كوننكتور تحت البطارية بنلاقي سري من اهم اسرار الرينو 2.5 جي والحقيقة من الاصدار الخامس الابو الرينو 5 والاصدار السادس وصولا الى الاصدار العاشر بنلاحظ ان فيه عبارة عن انبوب بين الحرارة عن طريق غاز داخلي او بخار داخلي بنقلها من المعالج لهايك الخارجي بحيث يعمل عملية تشتيت الحرارة والكلام ده بيساهم في استقرار الموبايل وبيديك اداء مستكر معظم الوقت كابل توصيل الشاشة زي ما احنا محظين كده مدعوم بجوان حماية على كوننكتور التوصيل زي زبائي معظم الكنكتورات اللي احنا شفناها على الموبايل او القطع الالكتورنية الحساسة اللي موجودة على معظم الاجزاء القطع الالكتورنية اللي ظهرها لنا زي المقاومات وكابل صورات وما الى ذلك محقون عليها مادة عزالة شفافة جيلاتينية لما يتضرر القطع الالكتورنية نتيجة اي تصرب محتمل للمياه او الاملاح مستوى اتقان تصنيع عالي جدا ينافس اجهاز سامسونج مستشهر البصمة او الفينجر برينت سنسور عبارة عن كاميرا او مستشهر ضوئي على شكل كاميرا بجودة عالي جدا مدفون تحت الشاشة الاموليد وسرعة البصمة واستجاباتها حاجة من افضل ما يمكن زي ما شفنا في تفاصيل والوقتات فيديو النهاردة رينوتين في اف جي بيجي من معالج من ميديا تيك اا ام تي ستة تمانية سبع 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 تلاف وخمسين بدقة تصنيع ستة نانو میتر حاجة ممتازة جدا ذاكرة داخلية مية تمانين وعشرين او 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 ستة وخمسين جيجا من نوع او او اف اس اتنين فاصل اتنين ورماد تمانية جيجا لنسختين مفيش اتناشر جيجا في الاسدار ده ولاحظين وجود جوانات على معظم القطع وعلى مداخل الموبايل السماعات وكل كلام ده معزول بجوانات عزل محترم قوي بتمنع تضرر مكونات إلكترونية الحساسة على اللوحة الأم واللوحة المساعدة السفلية وقال ده فيه سابقة داخلية من الألمونيوم سيلكون مستوى فينيش وتصنيع راكي جدا محقون عليها الفريم البلاستيك بفكرة اليوني بادي ديساين وجهاز ده حقيقي متقن وتحسوا كده حاجة بريميوم وتنافس لجهازة الأغلى منهم حقيقة في التصميم وهي الدزاين والخميات اللي انت بتمسكها بيدك هنا القطعات بتوضح بعض مستشارات الجهاز ده زي مستشار البروكسيمتي سنسور المحشور في الفريم الخارجي زائد منفذ الـ IR ريموت أو الانفرا ريد ريموت زائد مايك عزل الضوضاء أخيرا تجربة حقيقة لمستشار البروكسيمتي الخاص بيقفل شاشة أسناع الاتصال وسماع فيوسات واتساب المستشار هاردوير حقيقي متقن وعالي الجودة طيب ده كان كل حاجة عن الأوبور رينو تين فاير جي واحد من أفضل الأجهزة المتاحة في فئة ربعمائة دولار أو تحت ربعمائة دولار وبينافس جدا كمستوى جودة واعتمدية وسمعة أوب الحقيقة من أفضل ما يمكن نها بتقدم أجهزة بريميوم أجهزة غالية أجهزة تعمر وتشمعك وقت طويل وبدون أي مشاكل سواء في السوفتوير أو في الهاردوير أخيرا حاب تابعني على قناة تليجرام لأفضل العروض والأجهزة اللي يبيحها هسيب لك لين قناة تليجرام في صندوق الوصف وصفحة الفيسبوك لو حيب تبعيني على فيسبوك وأشكرك شكرا جزيلا فضلك لايك للفيديو ده قبل ما تطلع واشتراك في القناة لو أنت مش مشترك شكرا جزيلا وإلى اللقاء السلام عليكم